موسيقى قال الجيش الاسرائيلي ان صاروخ اردجو طائشا انطلق من سوريا باتجاه الجنوب الاسرائيلي لانه لم يصب مفاعل ديمونة ولم يقترب حتى منه وفي تغريدة على حسابه على تويتر قال الجيش الاسرائيلي انه تم رصد اطلاق صاروخ اردجو من سوريا باتجاه الاراضي الاسرائيلية سقط في منطقة النقب وردا على ذلك هاجم الجيش الاسرائيلي المنصة التي اطلقت الصاروخ وبطاريات صواريخ اردجو اخرى في المنطقة السورية اعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الامريكية ان الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة العودة للالتزام بخطة العمل الشامل المشتركة حول البرنامج النووي الايراني مع طهران لكنها لا توافق على رفع عقوبات اخرى وقال المسؤول للصحفيين نعويل على ان تفهم السلطات الايرانية ان الهدف هو العودة لخطة العمل الشامل المشتركة ولا شيء اخر المطالب برفع العقوبات التي ليس لها علاقة بخطة العمل الشامل المشتركة ليس لها علاقة بالموضوع موسيقى